السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحين أعلمكم طريقة الكتابة الأكاديمية لما تدخل اختبار أو لما تحل الواجب يطلب منك أنك تكتب نص إما على هيئة الأساي أو أنه يطلب منك أنه بس تكتب ورقة كاملة وحدة موضوع بتكتب موضوع بالإنجليسي شلون أول وأهم شيء هو الانترو داكشن نختصرها انترو المقدمة بعدها البعدي جسم الموضوع وبعدها الكنكولوجين الكنكولوجين الختاء بس ففي الطريقة الأكاديمية لازم مقدمة جسم الموضوع كونكولوجين بديهيا جسم الموضوع وين يكون بالنص تمام الانترو داكشن شنو يحتاج الانترو داكشن الانترو داكشن يحتاج المين اي ديه يعني الفكرة رئيسية أول شيء تكتبه الفكرة رئيسية بعدها شنو تكتب بدون شرح مطول انت بس تجيب طريقة بدون شرح مطول بعدها تكتب السوبرتينج اي ديه او سوبرتينج 1 المهم الفكرة المساعدة المساندة المساعدة النقاط المساعدة المساندة هه الشكل سوبرتينج اي ديه سوبرتينج رقم واحد. رقم ثلاثة. فانت الحين جبت موضوع مثلا ليش من الافضل الاعتناء بالنباتات في البلد. ليه من الافضل ان احنا نعتني بالنباتات في البلد. فانت الحين تبي تتكلم عن الاعتناء بالنباتات في البلد. النقطة المساندة الاولى الفوائد الاقتصادية الفوائد الصحية. النقطة الثالثة الفوائد البيئية. فانت الحين جبت الفكرة رئيسية. جبت الفكرة الفرعية الاولى. المساندة المساعدة الفرعية الجزئية. المهم اللي تغذي الفكرة رئيسية. رقم واحد. اثنين تجيبهم في الانتردكشن بس ها على الطائر الحين تدخل في البادي البادي يكون عبارة عن شنو لكل سبورتينج آيديا فقرتها تكون مكون مثلا من 4 جمل 3 جمل 5 جمل كحد أقصى يستحسن إذا كان في اختبار فتكتب السبورتينج آيديا تشرحها وتذكر لها مثال إذا نهني في البادي تشرح وتعطي مثال اشرح وعط مثال هات التعريف وهات مثال بعدين جيب السبورتينج آيديا الثانية بفقراتها المنفصلة لها هي وإجزامبول عط مثال جيب تعريف عط مثال عنه سوبجيكت مثلا الرواية قاعد يقول لك الرواية هذه فيها معنى الانتاي هيرو البطل النقيض هات شيء من الرواية يوضح معنى الانتاي هيرو إن هذا البطل بالفعل مارس شغلة لا يمارسها إلا الانتاي هيرو فهذا البادي إذن البادي يكون مكوّل من شنو من فقرات مصغرة تشرح السبورتينج آيديا تجي للكونكلوجي كونكلوجي شنو هو عبارة عن ها ريسايكل ريسايكل تجيب المين آيديا تعبر عنها تعبيرا جديدا تمام ويستحسن إنك لما تبدأ أي كونكلوجي تستخدم واحدة من هالعبارتين لا تحير نفسك وفي الامتحان استخدم واحدة من هالعبارتين يعني في كل سؤال تنسل عليه آتي ما حد راح يقول لك إنه غلط بالعكسة هذا الشكل النموذجي اللي هي شنهي العبارة الأولى والثانية إما إنك تبدأ الكنكلوجي في إنك تكتب إن كونكلوجي إن كونكلوجي تحط فاصلة ولا تكتب الكنكلوجي ما عليك أو في شغلة وجيزة ولطيفة وخفيفة all يعني كل all in all يعني ما يعادل في العربية على كل all in all بمعنى كل ما هذا يعطينا المعنى الآن فأنت قلت الحين all in all وحطيت فاصلة كاما أو إنك تقلت إن كونكلوجي شتسوي بعدها تجيب المين آيديا من جديد خلاص تستعمل المين آيديا بس موتنقلها ناقل حارفي لا لا ستعبر عنها تعبير جديد متناغم مع البادي وبعدها تدخل جيب supporting ideas كلهم هات سيرتهم على الطاير 1 2 3 وممكن تكبسهم كلهم بجملة واحدة تشرحهم كلهم فيها هذه الكتابة النموذجية اللي ما في أحسن منها هذا هو نموذج المطلوب 100% هذا هو بالضبط بس العالم الأكاديمي في الأهداف الإنجليزية ما يبي منك غير هذا الشكل في كل جامعة درس الإنجليزي في العالم تاسم مقدمة خاتمة وما بين الخاتمة والمقدمة الأفكار المساندة وتتسلسل بهذا التسلسل الفكرة الرئيسية في البداية ولاها تجيب supporting ideas جدي على الطاير ولاها في البادي تتعمق تجيب الفكرة الرئيسية تشرحها تعرفها خلص تطرح ليه مثال الفكرة الثانية الثالثة نفس الشي ولا تجيب conclusion اليهود يبدأ إما أنك تكتب conclusion ولاها كامة فاصلة أو أنك أنت تقول all in all فاصلة ليكامة وتستمر في أنك تشرح من idea ولاها supporting ideas على الطاير وتقفض موضوعك وبس لا تنسوا الاشتراك والعجابة والتعليق الإيجابي ترجمة نانسي قنقر